السلام عليكم ورحمة الله سورة آل عمران سورة مدنية أي نزلت بعد الهجرة النبوية ترتيبها بين الصور المدنية السورة الثالثة بعد سورة البقرة وصورة الأنفال طب وحنستفيد إيه لما نعرف أن سورة آل عمران هي السورة الثالثة المدنية وإن أول سورة هي سورة البقرة وتاني سورة سورة الأنفال أكيد هتفرم معنا كتير عندك مثلا سورة الأنفال نزلت سنة اتنين هجريا يطرف هيك الأهم الأحداث في سنة اتنين هجريا غزوة بدر الكبرى علشان كده هتلاقي سورة الأنفال تتحدث في كثير من آياتها عن غزوة بدر الله طب الموضوع كويس يبقى لما نعرف أن سورة آل عمران نزلت في السنة الثالثة للهجرة هنفكر في أهم الأحداث اللي حصلت في هذا العام مرافو أحسنت غزوة أحد حدثت في العام الثالث للهجرة هتلاقي جزء كبير من سورة آل عمران يتحدث عن غزوة أحد والدروس المستفادة من هزيمة أحد سامع واحد بيسأل ومتحير إزاي سورة البقرة تكون أول سورة نزلت بعد الهجرة النبوية وفيها كمان آخر آية نزلت قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بتسعي ليال القرآن الكريم مش كتاب يهتم بالترتيب الزمني للأحداث فهو ليس كتاب تاريخ فمش معنى أن سورة البقرة هي أول سورة نزلت بعد الهجرة النبوية أن كل آياتها انتهت في العام الأول والثاني الهجري وكذلك سورة آل عمران أول 83 آية تتحدث عن العام التاسع الهجري وفي ذاك العام حضر للمدينة العديد من الوفود ومن بينهم وفد نصارى نجران وهو ده المحور التاني لسورة آل عمران مجادلة وفد نصارى نجران في ألوهية إيسا عليه الصلاة والسلام فالجهاد نوعان جهاد بالكلمة والحجة وجهاد بالسيف والسنان واجتمع الاثنان في سورة آل عمران جزاكم الله خيرا